معاني زيادات الافعال معاني زيادات الافعال شو يعني يعني مثلا في عندي الفعل نزل وانزل ونزل نزل على ايش بدل انزل شو المعنى اللي بدل عليه نزل شو المعنى اللي بدل عليه هذا هو المقصود لكن قبل ما نبدأ في الدرس في انه قاعدة صغيرة لازم ناخذها رح تكتشف انه هاي القاعدة الصغيرة من من ضمن الدرس ليش لانه رحين ناخذ من معاني رحين ناخذ من معاني زيادات الافعال وهس رح مر علينا كثير وتشوف رحين ناخذ معنا اسمه التعديه التعديه شو يعني التعديه يعني حولت الفعل من لازم الى متعدي حولت الفعل من لازم الى متعدي فعشان هيك لازم في الاول تفهم شوه الفعل اللازم شوه الفعل المتعدي طيب الفعل اللازم الفعل اللازم يحتاج فاعلا فقط بس بده فاعل الفعل المتعدي يحتاج فاعلا ومفعولا به اذا الفعل اللازم بده فاعل الفعل المتعدي بده فاعل ومفعول به السؤال المهم الان كيف نميز بينهما كيف افرق انه هذا فعل لازم وهذا فعل متعدي في عندنا قاعدة في اللغة بواسطة الضمير المتصل الهاء فالفعل اللازم لا يقبله الفعل اللازم ما بيقبل الهاء والفعل المتعد يقبله كيف؟ تعال الفعل نجحه هل أقدر هل أستطيع أن أقول نجحه يا ترى بقدر أقول نجحه لا ما بقدر ما قبل الهاء إذن نجحه يلاحظ لم يقبل الهاء إذن فهو فعل لازم إذن الفعل نجحه أجا لازم ليش؟ لأنه ما قبل الهاء طيب تعشوف الفعل استعمله الفعل استعمله هل أستطيع القول استعمله آه بقدر أقول استعمله قبل الهاء لاحظ لقد قبل الضمير الهاء إذن فهو فعل متعدي إذن استعمل متعدي انكسره هل أستطيع القول انكسره؟ لا ما بقدر أحكي انكسره لاحظ لم يقبل الضمير الهاء إذن فهو فعل لازم أكله هل أستطيع القول أكله؟ آه بقدر أقول أكله بقدر إذن لاحظ لقد قبل الضمير الهاء إذن فهو فعل إيش؟ متعدي إذن الفعل اللازم بيقبل الهاء الفعل الاسف الفعل اللازم ما بيقبل الهاء الفعل المتعدي بيقبل الهاء هاي قاعدة موجودة في الفية بن مالك وهي اساس اللغة العربية طيب الان نيجي لمعاني الزيادات الافعال مشان اوريك انه محمود عودي لما يبلش معاك باذن الله بيبلش معاك صح نيجي للوزن افعالة يفيد التعدية ها ها شفيت شفيت لما اخذنا قاعدة اللازم والمتعدي يعني ما اخذناها عبث محمود عودي ما اجب لك اياه ما اجب لك اياه والله زيادة بدي يوريك انه شاطر لا شرحت لك اياها لانها راح تلزمك في الدرس اذا الوزن افعالة يفيد التعدية شو يعني التعدية تحويل من لازم الى متعدي زي ان ايه وتحويل الفعل من لازم الى متعدي ايه زي انزل ابعدة تعال 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 بالله عليك ابعدة ابعدة شو فعلها الاصلي بعودة اصلها بعودة طب بقدر اقول بعودة هو بقدر اقول بعودة هو لا ما بقدر اقول بعودة هو اذا لازم لكن ابعدة بقدر اقول ابعدة هو قبل الهاء شو فايت قبل الهاء اذا الوزن افعالة يفيد التعدية زي انزل ايه جب لي هذا المثال مثلا جب لي هذا المثال انزل العامل البضاعة قال لي شو افاد الفعل شو معنى زيادة الافعال في انزل اه انزل على وزن افعالة اذا بيفيد التعدية شو بحكي له بيفيد ايش التعدية انامت الام ابنها ما ما معنى الزيادة على وزن افعالة اذا يفيد التعدية أبعد الرجل الحجرة يفيد التعذية يفيد التعذية أجلس الشاب العجوزة أجلسه على وزن أفعله إذن يفيد إيش؟ يفيد التعذية طيب الوزن فعله آه فيه له عدة معاني واحد أو ألف التكثير شو يعني التكثير؟ الدلالة على الكثرة في فعل شيء معين يعني فيه شيء بسويه كثير كثير زي طوفة شوف طوفة أجلسه على وزن فعله غلقه جوله جرحه قتله طوف الرجل في البلاد ما معنى زيادة الطوفة؟ شو معنى زيادة؟ التكثير جرح المقاتل العدو شو معنى زيادة؟ التكثير غلق العامل للأبواب شو المعنى الزيادة؟ التكثير قتل الصياد والضباع شو معنى الزيادة؟ التكثير إذن المعنى الأول لفعله أخذناه التكثير المعنى الثاني آه آه في أول الحصة لما شرح لك الفعل اللازم ومتعده ما شرح لك يا عبث ما شرحوا عبث شرحوا مشان ولاد محمود عودة وبنات محمود عودة اللي بتابعوا الآن الحصة الله يرضى عليهم ويوفقهم إن شاء الله يفهموا الدرس يفهموا الدرس بدنا ننسى قضية قضية جرب في جملة من معنى الجملة من سياق الجملة للأسف اللي تم تعليمه لجزء كبير من الطلاب جرب في الجملة ومن معنى الجملة ومن سياق الجملة هذا الحكي بدنا ننساه بدنا ننساه محمود عودة بده يخلي ولاده وبناته اللي بتابعوه الآن يخليهم عمالقة يخليهم عمالقة في اللغة بإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل إني أفرح فيكم في التوجيه فرحة لا توصف اللهم أمين إذن المعنى الثاني لفعل التعبية زي فرحة تعال أثبت لك فرحة شو الفعل الأصلي إليها؟ فرحة الفعل الأصلي فرحة طب هل أستطيع أن أقول فرحة؟ لا بقدرتش أقول فرحة إذن فرحة لازم طب تعال شوف فرحة بقدر أقول فرحة ولا لا؟ آه بقدر أقول فرحة إذن فرحة متعدي فرحة ما له؟ متعدي طيب زي فرحة نزل قوم خرج قوم العامل العمود شو معنى الزيادة في قومة؟ التعدي خرج الموظف البضاعة شو المعنى؟ التعدي يعني تخويله من لازم إلى متعدي الآن عندي الوزن الثالث فاعلة فاعلة شو دلالته؟ المشاركة شو يعني؟ يعني طرفين طرفين اشتركوا في الفعل زي ناقشة قاتلة بادلة رافقة تعالوا وريك ناقش محمد زميله يعني محمد محمد وزميله اثنين اشتركوا في النقاش